حتى نهار السبت ما غادي نفتر بخاطري حتى نهار السبت ما غاديش نكون ترونكل داروري شي واحد لي غادي يصدع لي يا راسي انا بغيت غير رتاح ما نكذبش عليكم بغيت نرتاح عمرت اتي ديالي حتى نهار السبت كما قلت لكم بيت نرتاح وعمرت اتي ديالي الله وجدت الفطورة لبنات المهم بلا ما نحرقو هاد الدول الحمر مسحت هاد الطابلة درت طبية حتى دي ما تنحيدهم بالليل تنخافية تكون شتاحة عندنا الطقس تهية يا سلام مره شتا مره البرد مره الصهد وجدت الفطور ديالي انا ولدي اه سافي اعطيت لولدي كاز ديال الحليب حتى مره يعجبو الحليب مره يعجبو الشكلات كل مره اش باغي راعرفتو الدرالي الصغات اخبتلي لا الحليب ما بغاش لي انا اللي شربته قبل ما نخرج اه اه انا الله تنوجد الفطور ديالي الله صيبت واحد لا تاختين لولدي وشربت بيان سير اه كولاجين ديالي تلت شهر اتشربو وشهر ترتاحو فهمتوني المهم اللي فيه فيتامين سي مارا اه قلت لكم البنات الله تنوجد الله وجدت لا تاختين لولدي اهو التيري فنتي صوني قلت لي يا واحد اللي انا اجي ضروري تجي را محتاجك وانا صافي خليت كل شي البنات خليت ولدي مسكنت يفطر بوحده وانا نزيت بيان سير المرة محتاجاني ضروري خاصني يمشي ما نقدرش نقول ليها لك وكان شي واحد اخر يعني شي شي براني بحل هكذا نقول ليه لا ولكن هذا ضروري را الخدمة هذه خاصني مشي لها ولكن بالصراحة انا رمضان خدمش نهر السبت في الصباح انا خدم غير في العشية ودبا ما بقت قاعدت انا خدم نهر السبت انا كن بغيت نرتاح حيث عييت ما نكذبش عليكم هانتما الله رجعت هانتما لابسة حويجي اه ودبا ارجعت انا فطر انا فطر مع الحضاش الحمدلله على كل شي رجعت مرة اللوله صنط علية مع الصفح فجأت لي كيف ممكن نحي ا اجي مرحبا قلت لها حقيقة från الط RED هذه الكورجيت اعطتها لي جارتي قلتها ماذا سوف ندير فيها فخصي هنا يا ولدي كانت يضرب فيها بالموس لماذا اعطتها لي جارتي سوف نوري لكم واحد طريقة فخص سوف نوجد الكفتة وهنا سوف نخرج كامل الليف الكورجيت من الدخل المهم سوف نوري لكم طريقة سهلة اعطتها في هذا الكفتة وشديتها ضبط قبطة كاميرا من الداخل بعدها في الموس وشديت الماء السخون ودرته عليها باش غير تشرب السخون يوصفي باش ترتاب شوية قلتها لي غير بنتختي واجت لفخص كما قلت لكم الكفتة ودرت فيها تحميرها شوية البزر شوية الخرقم شوية القزبور وشوية نسكنجبر والثومة وغامر لفخص سوف ندير فيها شوية لبصلة للتحنط والثومة في الاخير أستسمح صافة البنات وهنايا على الصنات عليها طريقة دي الرجلي حيط الرجلي سافيته هو غاد يخرج اليوم من السبيطار قلت على شلال ما نوجد لهم هاد لفخص اللي تجيب نينا وسهلة متعدد وكانت عندي واحد لصالة ديال البارح ديال اللي تبطرها بختجيتها معكم كل البارح مازال فلاشة درس بزر حيث معولة باش نغدى بها نو ولدي بصراحة قال لكم ما كنتش معولة بأنوة قارش اللي غادي يخرج غير مع الصباح مع ديك الحداش فالصناع ليا قال لي يا جيت الدينير اخرجت الحمد لله آآ الله يشافي ياربي يشافي للجميع ان شاء الله نقول لكم سافة البناتة ديالطريقة درت الفرمج ملته درت الكفتة وتبارك الله هاد الكور جيت كبيرا نسكيلوت الكفتة راي خاصني ندير فيها كي لله رب في الحقيقة اللي خاصني ندير فيها ولكن تبارك الله جيت نديدة وغاد نحط لكم الجوز التاني ان شاء الله بإذن الله والطريقة سهلة ما تتعدوش فيها وتتديرو شوية الماء في الطواب حال هكذا شوية صافي ونخشى الفراني اللي عجبكم الفيديو ما تنسنوش بحركات الكفتة وقت صدمت فشفت هاد الكور جيت قالت لي يا من جبتي هاد الكور جيت قداش تبارك الله وما كدبتيش اختيرها آآ سفينة ديال تيطانيك هادي ماشي كور جيت وهاد لاصة درا صيبتها البارحة البناترا ديالي باتون مييس البيض وكورنيش وماتيشة آآ الميونيز جات بنينا تبارك الله هي اللي حتنت ليهم في الغدام عصيبت عرامة نعيني رها ماشي صغيرة كبيرة ندير شي حاجة كتيرة وهي هادي الطريقة طريقة الجبنينة يا لبنات غير الكفتة درت خمسمائة قرم كور جيت تبارك الله رها كبيرة واختت بليكم وقيلها هنا صغيرة ولكن كبيرة وجات تبارك الله الديدة 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 ان شاء الله مرة اخرى نعودها تاني الطريقة والكور جيت طابت تبارك الله طاب 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 اتمنى اعجبكم هاد الفيديو خصوصا هاد الوصفة اللي باختتجت معكم وشكرا لكم بزب زب الكفتة ديالي على دعوات ديالكم مع زوجي اللي تتسول على راجلي راه الحمدلله بي خير فاشوصل ضرورة بي خير الحمدلله وشكرا لكم بزب زب على آآ على الكومنتي غاد سويني ديالكم غير ما تنسوا نجدروا لي واحد الحركات الاكسبرو الكفتة ديالي كيف ديما تنقول لكم مرة عندي سنين بزاف القناة وكيف تتشوفوا آتي آتي مشحر يا سلام يا الكفتة سافة البنات فاش تغدينا بيت نجمع معاكم هاد الكوزينة كان شي بعضين ديما تيقولوا لي انتي جي عانا فاش يجي عندك شي واحد يعني ما تطيبين اللي حتى حاجة الحمدلله هادوك غير المسمومات المحسادات اللي اول مرة تدخلوا القناة تيشوفوا شي حاجة وتيبقى فيهم الحال وتيخرجوا وما تعرفوا التحقيق كلتم انا الحمدلله هالبنات وخصوص المتتبعات ديالي ديال يوتيوب المعروفة يا انا عندي ديما الناس الحمدلله وديما الطابلة ديالي عامرة ما تنعرف حتى شنو قادي نحط ليهم غير بالفرحة فاش تيجوا عندي والحمدلله انا راه بنت الخير ماشي بنشجع كما تتقولوا ولكن الحمدلله انا ما قاديش نطلع على التعليق ديالك قادي تفهمي راسك الى ما عجبكش الحال اختي هالباب واسع انا ما قلت لك اختي تفرج فيها انا الحمدلله عندي متتبعات ديالي الله يخليهم لي الله يرحم ليهم الوالدين يا ربي هاتش اللي هاد يقول لكم سافة البنات دخلت داك اللي شاط من الغضاء درتو فتلاجة و سوف يتنجمع معاكم هاد الكوزينة وتنشكركم بزف زف زف الناس خصوصا الناس ديال اليوتوب تنشكركم بزف على دعوات ديالكم مع راجلي وبزف منكم يسولوني كي بقى راجلي الحمدلله حسن من اللول والله هي البنات اللي حسن من اللول فاجدر هاد العملية ونجحات والحمدلله غير فاشر جعل دارو وكان معنا وخصوصا الولدي مسكرة كانت بكي يومين لتلتة يام وهو ماشي تلهي والله يا البنات اللي تنعز حدايا ولكن الحمدلله أربي كبير ورجع لنا بالسلامة وهاتش اللي غادي نقول لكم شكرا لكم بزف زف الكبيرة تديني سافة البنات كيف تتشوفوا جمعت ديك الكوزينة انا راه متل قد نخلي الكوزينة من هنا راه معروفة بهذاك راه عرفتون كيف تتشوفوا ضروري خاصني نجمع الكوزينة وخي يكونوا عندي الناس وخي ما يكونوش فعلا حشو ما يكونوا الناس وانتم ما اسميتوا ولكن هذي غير طالقة يا الراجلي ماشي مشكلة سافة جمعت هاد الكوزينة طيبت لها القهوة مرة أخرى حيط طيبت لها آتي عاد من بعد جيت باشي هاد الكوزينة وطيبت القهوة ودرت كيف يحب مرة أخرى وكيف يحب مرة أخرى وقد نحب مرة أخرى الغداء ضروري بردتي ضروري تعجباءتي مغربي وهذا كان الكبيرة الكبيرة اشتركوا في القناة